اي بيت عنده اشياء لابد ان هي تكون متوفرة فيه لازم عشان يبقى بيت عشان يبقى بيت الف بيه بيت ان افراده واهله يكونوا متواصلين فيه لو اي حاجة اي عيب في التواصل حصل ما بين افراد البيت واهل البيت يبقى البيت ده واتفيه وجع تاني اي عيب في التواصل بيكشف عن وجع عند حد من افراد الاسرة وعشان كده فيه شيء مهم جدا جدا لازم نتكلم عنه النهاردة احنا خلاص يوم الحد عندنا دايما بنتكلم عنه بنتكلم فيه عن احوال بيوتنا عشان نرتقي في هرم التوافق الزواجي النهاردة هنتكلم عن حاجة شوية ما بنلتفتش اليها بس كتير جدا جدا ممكن تؤثر في بيوتنا من غير ما ندره هنتكلم عن ايه؟ عن انسداد او انقطاع التواصل ما بين الزوجين ساعات بيبقى مستويين ساعات بيبقى انسداد قناة التواصل او انقطاع التواصل ما بين الزوجين ساعات بيبقوا خلاص مش هنتكلم مع بعض وساعات التواصل يبقى بعافية شوية التواصل كده ايه؟ يسرس بما بين المشاكل لازم نعرف ان مفهوم الزوج كان في بعض الاحيان علشان الاولاد او علشان الست تجد من يكفله ماديا لكن طبعا دلوقتي الجواز اختلفت اموره اختلفت كتير عن زمان ما بقاش الجواز زي مفهوم زمان ان حد يلاقي حد يصرف عليه عشان كده انا بقول ما فيش جواز هينجح من غير تواصل عايز اقول لكم حاجة حط التواصل وبعدين حط اي مهارة تانية وحط اي علاقة اي جزء تاني من العلاقة ما بين الزوجين يعني ايه؟ اول حاجة بيبان فيها المشكلات الزوجية التواصل واول حاجة بتسبب مشاكل الزوجية التواصل يعني اول حاجة ممكن الست تزعل فيه امام جزء كلمة نظرة حركة تطنيش تجاهل الزوج عدم سماع كلام علوه صوت كل ده التواصل انا اقول لكم حاجة تلت اربع المشكلات اللي بتجيلي في مركز الاشياء الزواجي تلت اربعة بتبتدي بمشكلات في التواصل وحشان كده اذا نسد التواصل بيحصل معاه انسداد في العلاقة ويحصل فيه ان العلاقة دايما نقول كده لو حصل مشكلة في التواصل وانسداد في التواصل العلاقة اللي هي عندنا هنا الجواز يتخنق الجواز يحس ان الجواز مخنوق وحشان كده يشعر الطرفين ان الدنيا مسدودة في وشهم وما فيش مخرج زمان كانت مشكلاتنا بسيطة للوقت بقت المشاكل مركبة بتحتاج منا ان احنا نتعلم ونتدرب واوقات كتيرة بنحتاج الى ارشاد زواجي واوقات بنحتاج الى علاج زواجي عشان الجواز لازم نقول العبارة دي الزواج مولود جديد ليه مراحل وكل مرحلة فيها درجة معينة من النضوك خلينا نقول القاعدة دي الزواج باعتباره مولود لا يولد ناضجا ولا يولد مليئا بالثقة ولكن النضوج والثقة تأتي شيئا فشيئا الازواج اللي هم صادقين مع نفسهم عارفين قيمة الكلام اللي انا بقوله ده احيانا في فترة الخطوبة لو حد شعر ان الطرف الاخر عنده مشاكل او عيوب يعتبر ان مقتضى الحب انه هو يتغاضى عن العيوب عيوب الطرف الاخر